وهي طبعاً أنا عندي فيه سؤال مهم جداً بس إحنا هنسمعها الأول هتقول لحرائك إيه ونرجع نكمل مع بعضها دكتور سامي عبدالعزيز هو أستاذ وخبير التسويق والإعلان في كلية الإعلام جامعة القاهرة أنا بفتخر حقيقي أن أنا أحد تلامزة الأستاذ الدكتور سامي عبدالعزيز أنا خارجي الدفاة 2004 دكتور سامي عبدالعزيز درستني مادة المدخل الإعلان في سنة تانية وحقيقي نقلنا الكثير قوي من الخبرات الواقعية والخبرات العملية أثناء المحاضرات علمنا وعرفنا يعني إيه إعلان إزاي ممكن أن أنا أخطط حملة إعلانية إزاي ممكن أن أنا أعمل تارجتينج وأستخدف الجمهور المناسب للحملة إزاي أختار الوسيلة المناسبة للحملة الإعلانية بتاعتي إزاي أعمل جدولة للحملة الإعلانية أنا كان من أكتر الشخصيات اللي حقيقة استفدت منها ومن تجارب الشخصية كان بيشجعنا كتير جدا إن إحنا نشارك في المحاضرات بتاعته في اقتراح لوجو في اقتراح سلوجان في اقتراح أفكار إعلانية فأنا بوجه له كل التحية والشكر والتقدير وبتمنى له المزيد من النجاح والتفوق والتقدم دايماً يا رب كان هو بيقترح لنا أفكار لحملات إعلانية وكان بيقول لنا أنا أعايز لوجو وإيه الفكرة اللوجو والسلوجان المناسب للحملة الإعلانية فأنا اخترت سلوجان للحملة الإعلانية وده من أكتر الأسباب اللي شجعتني واللي حفزتني واللي حببتني أصلاً في الإعلان وفي قسم العلاقات العامة والإعلان في الكلية